ميدانياً ومع دخول عملية طفان الأقصى لأطلقتها حركة حماس بغزة يوم السادس وبالرغم من الاستخدام المتكرر لما يسمى بوحدة الساحات من أجل مواجهة العدو الإسرائيلي مسار العمليات العسكرية على الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة تؤكد بما لا يقبل أدنى شك بأن لا إسرائيل ولا حزب الله معنياً بإشعال الجبهة عبر مواجهات مفتوحة أو جبهة قتال واسعة أقل حتى اللحظة بانتظار التطورات مصدر مرائب أكد للأو تيفي أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على القتال على جبهتان خاصة بعد الضربة العسكرية والمعنوية التي تكبد على الأراضي الفلسطينية وسط فشل استخباراته وأضاف خير دليل على ذلك هو مسارعة كل من أمريكا وفرنسا كمعواصم عربية لتمرير تحذيرات إلى لبنان الرسمة من مغبة مشاركة حزب الله بالاقتتال الدائر بخطوة وصف المصدر بأنه لا يمكن وضعه سوى بإطار الخوف الإسرائيلي من الأدرات العسكرية والخبرة المدانية للحزب ولكن المفارقة تمثلت بمحاولة الجيش الإسرائيلي كسر قواعد الاشتباك على الجبهة الشمالية فاستغلت تطورات المدانية وخاصة عملية تسلل فلسطينية من أجل الرد على مواقع لحزب الله مواقع لطالما أزعجت الإسرائيلية بدءا من الخيمة بمزارع شبعة مرورا بناءات لجمعية أخضر بلا حدود ووصولا إلى أبراج مرائبة كما مواقع عسكرية متقدمة على لشريط الحدود سقوط شهداء من حزب الله بنتيجة الأصف المدفع الإسرائيلي نقل الاشتباك التقليدي إلى معادلة الدم بالدام فباللجوء إلى ضربات نوعية عبر الصواريخ الموجهة المعروفة بدقة إصاباتها استهدف عناصر الحزب بعض الثكانات العسكرية ضمن الأراضي اللبنانية المحتلة كما آليات عسكرية ودوريات راجلة للعدو موقعا عدد من الأطلة ضربات الموجة على الحزب زادت من حالة الإرباك عند الإسرائيل على الجبهة الشمالية فعد عن إخلاء المستعمرات المحاذية لحدودة مع لبنان ونشر أكتر من مئة ألف جندي من الاحتياط تحسبا لأي طارق روس التفادي لجنود الإسرائيليين داخل المستوطنات استعمال المركبات العسكرية والتنقل بسيارات مدنية خوفا من استهدافهم بالصواريخ تخبط الإسرائيل عكسوا أيضا كترة التشخصات العسكرية الخاطئة فخاد جنود العدو الإسرائيلي مواجهات من نسج الخيال داخل الجبهة الشمالية مع لبنان أطلاق نار متبادل بين بعضهم البعض الاشتباه بمسيارات طائرات شرعية بتحمل مؤاتلين وبالمحاصلة تطلق صفرات الإنذار هارب المستوطنين إلى الملاجئ واستنفار الإعلام الإسرائيلي بمعلومات مغلوطة مباشر مباشر لأمتي الكتيرة عن حالة التخبط وليس أخرة اعتراف المتحدث بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي بتغريدة عبر منصة أكس عن صاروخ الباتريوت حيث قال أدروعي أطلق قبل قليل صاروخ اعتراض بمنطقة الشمال بعد رصد بسماء البلاد وقد اتضح بعد الفحص أن الحديث ليس عن قطعة جوية معادية أما الاعتراض فكان كاذبا باتريوت ترجمة نانسي قنقر